إذن عقب انهيار مفاوضات التهديئة عادت غزة لتعيش ما عاشته قبل الهدنة المؤقتة فيما عبر الغزيون عن أمالهم بعودة الهدوء ووقف إطلاق النار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الذي بات منكوبا جراء غارات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي حبست الأنفاس هذه المرة أكثر عقب فشل تمديد الهدنة المؤقتة ليوم فامن ليهرع الفلسطينيون للنزوح مجددا بعد أن عادوا لمنازلهم فترة الهدوء مع ازدياد منسوب تهديد الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب في جنوب القطاع وبعد أن كانوا قد تعلقوا بأمل من سراب بشأن وقف إطلاق نار نهائية إن شاء الله بصير الهدنة أول شيء حسبي الله نعمل وكيله بس ما بدنا نعمل؟ روحنا روح تعرفها فيش وسع اليوم روحنا فيش وسع استيقاظ الغزيين على صوت القصف مجددا كان متوقعا لكن سياسيون يقولون أن الجولة الثانية من القتال لن تستغرق وقتا طويلا وسيكون مصيرها الفشل كما الأولى أنا أعتقد أن منذ البداية كنا ندرك أن ستعود إسرائيل إلى القتال لأن إسرائيل لم تحقق شيئا في الخمسين يوم الماضيات ولذلك لا يمكن أن تني هذه المعركة بهذا الفشل الذريع لذلك هي تحاول من خلال العودة إلى القتال إلى أن تعطي صورة أنها استطاعت أن تضرب كل قطاع غزة وأنها استطاعت أن تلاحق المقاومة إنما وجدت ولكن الفشل الذي منيت فيه في شمال قطاع غزة بالتأكيد سيذكرر في جنوب قطاع غزة الخوف الأكبر لدى الفلسطينيين يتلخص في استمرار سياسة التهجير التي يسعى لاحتلال لتطبيقها من خلال تضييق الخناق على مناطق سكنهم عادت مستشفيات القطاع لتعج مجددا بضجيج سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين عقب انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي على المدنيين كذلك عجت هذه المستشفيات بالنازحين الذين يتخذون منها مراكزا للإيواء غزة العلول رؤيا قطاع غزة